على الرغم من الشعارات التي ما فتئت ترفعها عن المقاومة والممانعة بين الحين والآخر بشأن الوجود الأجنبي في العراق التزمت الميليشيات الموالية لإيران الصمت إذا تجديد الاتفاق الأمني بين حكومة السودان والولايات المتحدة الأسبوع الماضي في أول تفاهم من نوعه بعهد حكومة الإطار التنسيقي الميليشيات وبمختلف مسمياتها لم يصدر عنها أي موقف أو تعليق إذا الاتفاق والذي ضمن للجانب الأمريكي حمايته من الهجمات في موقف براغماتي آخر يخفي حقيقة حرص هذه الميليشيات على مكاسبها بذريعة عدم إحراج حكومة السودان وإذا كان هذا هو موقف الميليشيات التي باتت تملك واجهات سياسية تتحكم بالوزارات ومؤسسات الدولة وتحوز مقاعدة في البرلمان فإن موقفا آخر صدر من ميليشيات الظل المعروفة بانتمائها ضمنية لميليشيات النجباء والعصائب الحديث هنا عن ميليشي أصحاب الكهف التي أصدرت بيانا شديدا لهجة اتهمت فيه قيادات في ميليشيا الحشد بالتعاون مع المخابرات الأمريكية لاعتقال عناصر تابعين لها وتسليمهم للقوات الأمريكية في آذار وتنموز الماضيين لم يتذكر هؤلاء معتقليهم إلا بعد مرور كل هذه المدة على أن ما يصفه مراقبون بانقلاب فصائل الظل الذي تم اعتمادها خلال الأعوام الماضية كجزء من استراتيجية الميليشيات الولائية في اللعب على حبال مختلفة والتهرب من العقوبات والملاحقات الأمريكية يبرز اليوم عبر بيان أصحاب الكهف الذي لم تستطع الحكومة إسكاتها بإغلاق تطبيق تيليجرام متذرعة بحجج أخرى لا سيما بعد أن وجهت الميليشيات تهديدا مباشرا لضباط الأجهزة الأمنية في العراق وسواء صح بيان ميليشيات أصحاب الكهف أم هو محاولة لتحسين صورة باقي الميليشيات التي تثرثر بالمقاومة فإن الحقيقة التي ينطق بها الواقع تؤكد أن الزعامات الميليشيوية مستعدة للتنازل عن أي شيء مقابل الحفاظ على ما حققته من سطوة ونفوذ على حساب دماء العراقيين وأموالهم